اشتركوا في القناة ورقابة الانتاج والعمليات ايضا على فهم المفاهيم الاساسية للتخطيط والرقابة بصفة عامة والتخطيط والرقابة الانتاج والعمليات بصفة خاصة معرفة تخطيط ومراقبة الانتاج والعمليات بطرقها الكمية والنوعية معرفة انواع التخطيط الانتاج والعمليات معرفة الفرق بين تخطيط الانتاج والعمليات سواء كان المجتمر او المتقطع ومعرفة طرق قياس الانتاجية وتحسين الانتاجية المحاضرة الأولى سوف تكون بعنوان طبيعة تخطيط الانتاج والعمليات سوف نتطرق إلى هذه المحاضرة مفهوم التخطيط والانتاج والعمليات العلاقة بين تقدير حجم الطلب على السلع والخدمات وتخطيط الانتاج والعمليات أهمية أيضا التخطيط والانتاج والعمليات أنواع تخطيط الانتاج والعمليات البيانات والمعلومات اللازمة لخطط الانتاج والعمليات خصائص خطط الانتاج والعمليات سوف نتطرق في البدء إلى مفهوم تخطيط الانتاج والعمليات ماذا نعني بتخطيط الانتاج والعمليات هي من العمليات الخاصة في اتخاذ القرار الخاص اتخاذ القرار له أنواع ولكن القرار الذي سوف نتخذ في هذا الموضوع هو القرار الذي يخص حجم الإنتاج من السلع والخدمات والموارد الإنتاجية التي سوف تحتاجها المنظمة مستقبلاً لإنتاج السلع وتقديم الخدمات بالكمية المطلوبة المضبوطة بالضبط وفي الوقت المناسب بالضبط بالمواصفات المطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة أي أن هذا القرار سوف يكون قرار خاص بحجم الإنتاج التي سوف تنتجه المنظمة سواء من السلع التي سوف تقدمها أو الخدمات وما هي الموارد الإنتاجية اللازمة للقيام بإنتاج هذه السلع والخدمات ما هي الموارد الإنتاجية التي سوف تدخل في العملية الإنتاجية بالضبط بالكم وبالنون تكون في شكل خطة خاصة بكمية الموارد التي سوف أحتاجها مستقبلاً كمية السلع التي سوف أقوم بإنتاجها أيضا الوقت المطلوب الذي يجب أن تكون فيه هذه السلع والخدمات جاهزة ومناسبة للبيع أيضا المواصفات التي سوف أنتج بها هذه المنتجات وأيضا التكلفة والتي تعتبر من أهم النقاط في تخطيط الإنتاج والعمليات معنا وظيفة التخطيط والإنتاج تتكون من شققين أو من جزئين أساسيين الجزء الأول مرتبط بالترتيب الداخلي للمنظمة أما الجزء الثاني مرتبط بتخطيط المسار طيب الجزء الأول الذي هو مرتبط بالترتيب الداخلي للمنظمة ماذا نقصد بالترتيب الداخلي للمنظمة الترتيب الداخلي للمنظمة هو عبارة عن خطة يمكن من خلالها الحصول على أفضل وضع للتسهيلات المادية والمتمثلة بمحطات التشغيل ومراكز الإنتاج ومناطق الانتظار والتخزين والصيانة شيء تخطيط داخلي للمنظمة نفسها موجود في المنظمة نفسها يساعدني على انتاج هذه المنتقات بمعنى أني أتفقد محطات التشغيل اللي أنا سوف أشتغل عنها مراكز الإنتاج اللي هو خطوط الإنتاج أيضا مناطق الانتظار وأين سوف يتم التخزين والصيانة على هذه الآلات والمعدات ومحطات التشغيل الجزء الثاني اللي هو مرتبط بتخطيط المسار وهو تعاقب مهام العمل الواقب القيام بها لإنتاج منتج معين أو تشكيله من المنتقات أو تقديم خدمة معينة أو مجموعة من الخدمات وظائف تخطيط المسار زي ما هو موضح في الشكل عندنا اللي هو الوظيفة الأولى ووظيفة المسار الوظيفة الثانية بتكون وظيفة التحميل والوظيفة الثالثة وظيفة القدولة والوظيفة الرابعة وظيفة إصدار أوامر الإنتاج طيب العلاقة بين تقدير حجم الطلب على السلع والخدمات وتخطيط الإنتاج والعمليات مفروض أن تكون في علاقة مترابطة بين أني أنا أقدر حجم الطلب على السلع والخدمات وبعدين أعكس هذا في تخطيط الإنتاج والعمليات تهدف إلى تحديد عدد نوع من السلع والخدمات المنوي إنتاجها أو تقديمها من قبل المنظمة لما أجي أقدر حجم الطلب لازم وأنا أقدر حجم الطلب أن يكون عندي هدف أن أحدد كم العدد الكم من إنتاج السلع وأيضا نوعية هذه السلع فيكون عندي كما ونوعا تحديد عدد ونوع السلع أو الخدمات المنوي إنتاجها أو تقديمها من قبل المنظمة في فترة محددة أنا أحددها النقطة الثانية تهدف إلى تحديد طبيعة السلع والخدمات ومعرفة إمكانية إنتاجها اقتصاديا كيف أن أستطيع أني أنتجها بطريقة اقتصادية وبقدوة اقتصادية النقطة الثالثة ضرورية لتخطيط النظام الإنتاج وتشغيله والرقابة عليه المفروض أني أعمل خطة لنظام الإنتاج عندي كيف تشتغل خطوط الإنتاج، الآلات، المعدات، الصيانة كل هذا نسميه نظام إنتاج وكيف أراقب نظام الإنتاج خلال القيام بعمله تخطيط الإنتاج وهو تقدير الدقيق للسلع والخدمات ما هو إنما يخطط هنا إنتاج معناته ما فيش عندي تخميل لازم حاجة تكون دقيقة لأني أنا أعمل خطة فبالتالي تقدير الدقيق للسلع والخدمات التي سوف يتم إنتاجها الثاني تقسيم السلع والخدمات المنوي إنتاجها أو تقديمها إلى عدد من الأجزاء يعني كذا أعملها على شكل دفعات وأقسمها على شكل من الدفعات معينة ومن ثم أقوم بالبدء في إنتاجها تقدير حجم الطلب يعتبر المدخل السليم لتخطيط الطاقة الإنتاجية والموارد الإنتاجية أنا إذا قدرت حجم الطلب اللي ممكن يكون عندي موجود في السوق أستطيع بعدين على ضوء تقدير حجم الطلب أنا كيف بأشتقل على الطاقة الإنتاجية وكيف بخطط الطاقة الإنتاجية بشكل تخميني أو مقارب لحجم الطلب والموارد الإنتاجية ما جيش أنا أنتك حجم طلب بكميات كبيرة وحجم الطلب عندي صغير في السوق ما فيش طلب على هذا السلع أو على هذا المنتج أنا فقط طاقة إنتاجية كبيرة وحملت نفسي طاقة إنتاجية كبيرة وخفرت موارد إنتاجية بدون قدوة لكن أنا إذا قيت درست أول حاجة حالة السوق وقدرت حجم الطلب بشكل معقول وبشكل تخميني قريب إلى السوق بمعنى أني سوف أعكس هذا على الطاقة الإنتاجية الموجودة عندي اللي أنا بأستخدمها وأيضا بتنعكس أيضا بالموارد الإنتاجية سواء كانت مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو داخل في إنتاج هذه المنتجات اللي سوف أنا أخرجها بعدين إلى السوق طيب إيش أهمية تخطيط الإنتاج والعمليات في إيش يفيدني أهمية تخطيط الإنتاج والعمليات طبعا تتمثل أهمية التخطيط بصفة عامة وتخطيط الإنتاج والعمليات بصفة خاصة تخطيط موضوع مهم جدا وموجود يعني على السطح بشكل منتشر جدا ومهم وكلنا نندد بأنه تخطيط لازم قبل أي عملية لازم أعمل تخطيط فما بالك في تخطيط الإنتاج والعمليات اللي هي فيها موارد تنتج وسلع وخدمات وفيها موارد تستنزف إذا كانت مش في صوابها فبالتالي أول حاجة هو وسيلة إدارية تساهم في عملية اتخاذ القرار لأنه مربوط باتخاذ القرار المتعلق بالموارد الإنتاجية المستخدمة وأيضا في العمليات الإنتاجية أنا لما بقي بأخطط في الإنتاج والعمليات معنات أني بعرف أنا كمية الموارد بالضبط اللي بتدخل في العملية الإنتاجية وأيضا كيف نشاط أو التكنيكات في العملية الإنتاجية اثنين التخطيط ضروري لتوضيح اتجاهات المنظمة وتحديد الأهداف بوضوح أهداف المنظمة تحدد بشكل واضح عبر خطة في الإنتاج وفي العمليات أن التخطيط ساعد على وجود إطار موحد للعمل في كل الإدارات والأقسام والمستويات الإدارية المختلفة كل الإدارات كل الأقسام كل المستويات الإدارية بمختلفها الإدارة العلية الإدارة الوسطى الإدارة الدنيا الموظفين في جميع الإدارات يمشوا عبر خطة واضحة في قسم التخطيط الإنتاج والعمليات يساعد على اكتشاف الفرص إذا كانت في هناك فرص ممكن أنا أستقل هذه الفرص وأطور ومن رأس المال وأزيد من الحصة السوقية وبالتالي الأرباح وأيضا تخمين المحاطر المستقبلية التي قد تواقه المنظمة أو المؤسسة سواء كانت على المدى القريب أو البعيد وأيضا يحدد لي الوقت اللازم لتنفيذ كل جزء من أجزاء العمل وربطها ببعضها البعض مما يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج فيمكنني من حاجة اسمها أني أنتق إنتاج صحيح في وقت مناسب ومحدد بدل الهدر من الوقت وبالتالي الهدر من الوقت يخسرنا فرص كثيرة وأيضا يحملنا تكاليف كبيرة ضرورة حتمية لمعرفة المشاكل والمعوقات المتوقع حدوثها والعمل على حلها أول بأول وأنا أخطط في قسم الإنتاج والعمليات تظهر لي المشاكل التي ممكن قد تحدث وأيضا أحاول أن أعملها حلول سريعة ومعالجات سريعة يساعد على التقلب على حاجة أو مرحلة اسمها مرحلة أو حالة عدم التأكد وخاصة أن المنظمات تعمل في بيئة غير مؤكدة وغير مستقرة وتقنيات حديثة وتكنولوجيا متسارعة فبالتالي يساعدني على أني أواقع كثير من التحديات التي قد تطرأ علي التخطيط تسهل عملية الرقابة فبدون التخطيط لا تتم عملية الرقابة وطبعا هذه قدها معروفة من زمان أن التخطيط متصل الاتصال كان بالرقابة إذا في تخطيط وما فيش رقابة ما فيش أي عمل بيشتقل بمسارها الصحيح تخطيط والرقابة عمليتين متتاليتان تمشيان في نفس المسار تخطيط لازم تتبع عملية كنترول أو رقابة شديدة لأن الرقابة هي اللي بتوضح لي المشاكل بتوضح لي الصعوبات التي قد تواقع وأيضا بتوضح لي سير العملية الإنتاجية كيف تسير إيش مسارها الصحيح أو أي معبوقات قد تحدث لها وأيضا نجب أن نوضح أو نضع المعايير الأساسية والمهمة في أعملية الرقابة طيب إيش أنواع التخطيط؟ معانا تخطيط طويل الأجل ومعانا تخطيط متوسط الأجل ومعانا تخطيط قصير الأجل طيب نجي للنوع الأول اللي هو التخطيط طويل الأجل طبعا من المسماء ومن تركيبة الإسم اللي هو تخطيط طويل الأجل طبعا هذا التخطيط يتضمن تحديد مستويات الإنتاج في فترات قادمة بشرط أنها تزيد عن العام لأنه تخطيط طويل الأجل معاناته طويل الأجل معاناته الفترة الزمنية بتاعتها طويلة بتكون ويعرف هذا التخطيط بالإسم تخطيط الطاقة لأنه يتعلق بتحديد حجم الطاقة اللازمة واختيار مستوى معين من الطاقة مثل اختيار حجم المصنع اللي هو عدد الماكينات اللي ممكن أنا أستخدمها يعني لما نحن نقول تخطيط طويل الأجل معاناته أني أقول أنا اسم آخر له بين قصين تخطيط الطاقة إيش معاناته تخطيط الطاقة معاناته الطاقة اللي بتشكل المصنع نفسه كيف تتشكل الطاقة المصنع نفسه عن طريق إيش عن طريق المكنات الموجودة في عن طريق تركيبته نفسها تركيبة المكان نفسه سواء كان مدرسة بين عكس في عدد الفصول في المدرسة إذا كان مستشفى طاقته بتكون عدد الحجرات في المستشفى أو عدد الآلات والمعدات اللي يستخدمها هذه الطاقة اللي هي الطاقة معاناتها الحاجة اللي تشغل لي المكان أو تشغل لي المستشفى أو المصنع أو المدرسة أو أو أو. فاختيار ماكنة بمستوى طاقة انتاجية معين ونظرا لأن هذا القرار يصعب تعديله في الأقل القصير دي. انت اشتريت عدد من المكانات وحطيتها في المكان. يعني انت اشتريت مكانات خسرت تكلفة كبيرة عليها فبالتالي هذا من القرارات الصعب أنك تعدله. فبالتالي يجب أن تكون هذه القرارات صحيحة بالذات في التخطيط طويل الأقل. تكون مدروسة قبل أن نقدم عليها. فاختيار ماكنة بمستوى طاقة انتاجية معينة ونظرا لأن هذا القرار زي ما قلنا يصعب تعديله في الأقل القصير فإن المنظمة نابد أن تتحمل نتائج أيضا لفترة طويلة إذا القرار غلط انت بتجلس تدفع التكلفة لفترة طويلة طول مدة اتخاذ القرار هذا معانا مثال مثل اختيار حقم معين للمصنع عدد الماكينات أو المكنة بمستوى طاقة معين. اختيار حقم معين لمبنى مثل عدد فصول المدرسة أو عدد الحقرات للمستشفى تتحمل المنظمة نتيجة هذا القرار لفترة طويلة زي ما قلنا لأنه يصعب تقييرة برضو خلال فترة طويلة النوع الثاني اللي هو التخطيط متوسط الأقل وهو يتعلق بتخطيط الانتاج لمدة عام مع تفصيل لكل شهر. إني أنا أعمل كل شهر التفصيل حقه. ليس من الضرورية أن تبدأ الخطة في أول عام وتنتهي في آخر. ولا قد تستمر الخطة ستة سبعة ثمانية شهور على حسب ما أنقستها أنا. يتسم هذا من النوع من التخطيط بأنه يتضمن تقديرات إجمالية لمستويات الإنتاج والعمالة والمخزون. ركز معي. في التخطيط الأول كنا زي ما قلنا تكلمنا على أنه مسؤول على الطاقة حتى ممكن نقول عليه أنه تخطيط الطاقة. لكن هنا لا. هنا تقدير متوسط الأقل معنات أني أنا بشتغل على مستوى الإنتاج بشتغل على مستوى العمالة وبشتغل أيضا على مستوى المخزون. شوف من الأكبر إلى الأصغر. هناك الطاقة تركيبة المستشفى كامل. لكن الآن إذا أنا ندخل نتعمق. ندخل إلى حاجة اسمها إنتاج. حاجة اسمها عمالة. مخزون لكل فترة خلال العام. كم أنا بحتاج من الإنتاج أو من خطوط الإنتاج بشغلها خلال هذا العام. كم بحتاج من العمالة وأيضا كمية المخزون اللي بتكون معي خلال فترة العام. وعدتا ما يكون هناك مقياس عاما أو وحدة قياس ممكن استخدامها في تقدير الإنتاج الإجمالي. مثال في صناعة البترول يمكن استخدام البراميل لتقدير إجمال الإنتاج. يعني لازم تكون عندي وحدة أنا أقيس بها. في الصناعات المعدنية يمكن نستخدم الطن. وهكذا. التخطيط قصير الأقل وهو يتعلق بالتخطيط التفصيلي لفترات إنتاجية تقل عن شهر. حتى تصل إلى دقائق ويطلق على هذه العملية عملية القدولة. لأنها تنطوي على قدولة استخدام إمكانيات إنتاجية لإنتاج أكثر من طلبية أو أمر إنتاجي في نفس هذه الفترات الإنتاجية. طيب. إيش البيانات والمعلومات اللازمة لخطط الإنتاج والعمليات؟ طيب. عندما أقوم أنا بإعداد برنامج أو برامج للإنتاج وسياقتها يتطلب مني الأمر أني أوفر مجموعة من البيانات أو مجموعة من المعلومات. عشان أنا أعدى البرنامج هذا اللي هو البرنامج الإنتاجي أو أسيقه. في معي عدة معلومات أو بيانات يجب أني أنا تكون متوفرة عندي. المعلومة الأولى أو أو البيانة الأول هو معرفة حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة لكل وسيلة من وسائل الإنتاج أو لكل قسم من أقسام الإنتاج كل قسم من أقسام الإنتاج أو كل وسيلة من وسائل الإنتاج سواء كانت آلة أو خط إنتاجي أو أي شيء لازم أنا أعرف حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة لها بالضبط اثنين معرفة حجم الطاقة الإنتاجية الضرورية لتنفيذ خطط وبرامج الإنتاج المقررة سواء كانت خطط طويلة الأقل أو قصيرة الأقل أو متوسطة الأقل لازم أني أحدد حجم الطاقة الإنتاجية الضرورية لتمثيدها النقطة الثالثة توزيع الطاقة الإنتاجية المتوفرة التي هي موجودة معي الآن حاليا أقسم هذه الطاقة الإنتاجية المتوفرة على حسب متطلبات العملية الإنتاجية أخصص جزء منها للآلات أخصص جزء منها للأيدي العاملة أخصص منها جزء للمخصور المهم وفقاً للأولويات الموضوعة لإنجاز الفعاليات المختلفة طيب ما هي خصائص خطة الإنتاج والعمليات وأنا بشتغل على خطة الإنتاج والعمليات إيش الخصائص اللي أنا لازم أحطها في عين الاعتبار وأنا أسيق هذه الخطة طبعاً يجب أنها تتصف بعدة خصائص الخاصية الأولى وأنا باقي بقراها أو بطلع عليها أنها تتسم بالوضوح والفهم تمام من قبل القائمين بوضعها وتنفيذها اثنين ضرورة تحقيق درجة عالية من القبول للخطة من قبل القائمين على تنفيذها لضمان تعاونهم وتحمسهم للتنفيذها يعني اللي بيسيق الخطة شخص ثاني واللي بيجيب ينفذ الخطة أطراف أخرى فبالتالي اللي يضع الخطة لازم يضعها بشكل واضح وبشكل مفهوم بحيث أنه لما يجي الجهة الثانية اللي هم القائمين على تنفيذها سوى عمال سوى مهندسين سوى 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 أي شخص آخر أو أي طرف آخر يجبه يقراها تكون متسمة بدرجة عالية من القبول بحيث أنه نضمن أننا نحن كلنا نشترك ونتعاون ونتحمس أن ننفذها كونها خطة تتميز بأنها واضحة في الاكسبل أنها مرنة جدا فبالتالي أستطيع أني أنا أنفذها وأتحمس أثناء تنفيذها يجب أن تكون الخطة هذه منسجمة مع القيود الداخلية والخارجية مضبوطة بقيود ما هو أي خطة لازم تكون في لها قيود في لها الخطة تنتهي هنا عند هذه القيود فبالتالي يجب أن تكون هذه الخطة أيضا منسجمة مع ما هو يجب القيام به وما لا يجب القيام به ضمن القيود الداخلية والخارجية للمنظمة يجب أن تكون الخطة مرموقة وتحقق نتائج جيدة ومسموعة يعني وأنا أنفذ الخطة يعني أنا واثق أن الخطة هذه بتوصلني إلى نتائج جيدة نتائج هذه بتكون على مرأة ومسمع الجميع داخل المنظمة بتكون نتائجها ملموسة وإيجابية موضعش خطة في جهة والأهداف حق المنظمة في جهة الخطة والأهداف يجب أن تتوافق مع بعض وأن تمشي على نفس الخط أو على نفس المسار يجب أيضا أن تتصف هذه الخطة بالموضوعية ويجب أن نقيم الخطة بصفة مستمرة يجب أن الخطة هذه تكون مرنة بحيث أني أستطيع أني أقيمها على طول بحيث أنها تمشي مع المسار الصحيح ومع التقيرات التي تحدث في المنظمة يجب أيضا أن تساعد على القيام بعملية الرقابة والتوقيه وأن تحفز على العمل إلى هنا نكون أكملنا المحاضرة بناخد النشاط اللي هو السؤال الأول أجب بلا أو نعم تخطيط الإنتاج والعمليات متوسط الأقل هو الذي يتعلق بتخطيط الإنتاج والعمليات لمدة عام مع تفصيل لكل شهر اثنين التخطيط ضرورة حتمية لمعرفة المشاكل والمعوقات المتوقع حدوثها والعمل على حلها أول بأول النقطة الثالثة تقدير حجم الطلب على السلع والخدمات يتم لفترة زمنية قادمة قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأقل السؤال الثاني حدد أهم خصائص خطة الإنتاج والعمليات السؤال الثالث أذكر مع التوضيح أنواع تخطيط الإنتاج والعمليات إلى هنا نكون قد أكملنا محاضرة اليوم شكرا لحسن إصطاءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته